اشتركوا في القناة كل صباح من منزله الى المتوسطة التي يدرس فيها على متن حافلة النقل المدرسي رفقة زملائه وذات يوم كان جالس خلف السائق مباشرة فلاحظ ان مؤشر عداد السرعة مستقر على قيمة معينة مستقر هنا ركزوا جيدا عندما كانت الحافلة تسير على طريق مستقيم مسافته 4 كم واحد اكمل جدول تالي بكلمة متحرك ام ساكن لدينا الجسم المرجع محمد بالنسبة للحافلة محمد هو التلميذ الذي كان في وسط الحافلة محمد بالنسبة للحافلة هل يغير موضعه بالنسبة لها اذا لا اذا ماذا نكتب هنا ساكن شجرة على الرصيف بالنسبة للحافلة الحافلة في حالة حركة شجرة على الرصيف تغير موضعها بالنسبة للحافلة اذا متحركة السائق بالنسبة للحافلة الآن السائق لا يغير موضعه بالنسبة للحافلة اذا ساكن محمد بالنسبة للطريق محمد يغير موضعه بالنسبة للطريق إذن متحرك شجرة على الرسيب بالنسبة للطريق لا تغير موضعها إذن ساكنة السائق بالنسبة للطريق متحرك لأنه يغير موضعه بالنسبة لها اثنين ما نوع السرعة الحافلة على الطريق المستقيم عليك إذن نلعود إلى نص التمرين إذن هنا فلحظ المحمد أن مؤشر عداد السرعة مستقر على قيمة معينة عندما كانت الحافلة تسير على طريق مستقيم عندما كان عداد السرعة مستقر معناه كان ثابت عند السرعة محددة أو معينة وبما أنه كان ثابت عند السرعة معينة في الطريق المستقيم ما نوع السرعة؟ إذن سرعة ثابتة التعليل كيف نعلي؟ لأن عداد السرعة أو مؤشر عداد السرعة كان ثابت أو مستقر عند قيمة معينة معناه كان السائق يمشي بنفس السرعة ثالثاً أحسب سرعة الحافلة على طريق مستقيم هنا عندما تكون سرعة ثابتة معناه تكون حركة منتظمة يجب أن نفرق ما بين السرعة والحركة أحسب سرعة الحافلة على الطريق المستقيم بالكيلومتر على الساعة ثم بالمتر على الثانية إذا علمت أنها قطعت المسافة أربعة كيلومتر لأنها قطعت مسافة على الطريق المستقيم أربعة كيلومتر خلال زمن قدره ستة مينوت ستة دقيقة الآن سنقوم أولاً بحساب سرعة بالكيلومتر على الساعة أول شيء ماذا نفعل؟ عايزة التلميذة نكتب القانون القانون يقول V السرعة VTS ماذا تسوي المسافة D على الزمن T إذن هذا هو القانون الذي سنستعمله الآن لدينا نريد حساب سرعة بالكيلومتر على الساعة معناها المسافة تكون بالكيلومتر والسرعة تكون بالساعة عفوا والزمن يكون بالساعة المسافة بالكيلومتر لا تحتاج إلى تحويل إذن نكتب وتسوي 4 كيلومتر لا تحتاج إلى تحويل قسمة الزمن بالدقيقة يجب أن نحوله إلى ماذا إلى آش إلى الساعة إذن لدينا علاقة تقول نسعم العلاقة الثلاثية كل واحد ساعة فيها أعزائي التلاميذ 60 دقيقة ركزوا جيدا كيفية تحويل الآن 6 دقيقة 6 ميونيت فيها ماذا المجهول X أعيد كل ساعة فيها 6 دقيقة 6 دقيقة فيها المجهول X الطريقة الثلاثية ماذا نفعل X ماذا يساوي X يساوي إذن 6 في 1 قسمة 60 إذن نكتب 6 في 1 قسمة 60 أعيد 6 في 1 قسمة 60 تساوي إذن بالآلة حاسبة 6 في 1 قسمة 60 كم تساوي إذن 0.1 عزائي التلاميذ ساعة إذن تساوي 0.1 ساعة إذن 6 دقيقة فيها 0.1 ساعة هذه طريقة تحويل إذن أعوضها هنا 0.1 ساعة وتساوي إذن 4 عسمة 0.1 كم 40 40 ماذا عزائي التلاميذ 40 الوحدة كيلومتر على الساعة كيلومتر على الساعة الآن أريد حسابها بالمتر على الثانية إذن حساب السرعة بالمتر على الثانية ماذا أفعل الآن لحساب سرعة أعزائي التلاميذ إذن هذا التحويل سأضعه في إطار حتى لا يختلط مع الحل إذن التحويل يقوم في إطار وحده الآن حساب سرعة بالمتر على الثانية إذن لدينا قاعدة تقول للتحويل أعزائي التلاميذ من الكيلومتر على الساعة إلى المتر على الثانية نقسم على 3.6 للتحويل من المتر على الثانية للكيلومتر على الساعة نضرب في 3.6 الآن من الكيلومتر على الساعة المتر على الثانية لدينا كيلومتر على الساعة نريد أن نحلل المتر على الثانية ماذا نفعل؟ نقسم القيمة التي وجدناها على 3.6 إذن V تساوي 40 كيلومتر على الساعة قسمة ماذا؟ 3.6 أو أضع قصر نفس الشيء كم تساوي إذن بالآلة حاسبة 40 قسمة 3.6 يساوي 11.11 إذن 11.11 متر على الثانية هنا أعزائي التلاميذ أخذ رقمين وراء الفاصلة فقط إذن نتابع الآن رابعا علما أن السرعة المسموح بها على الطريق على ذلك الطريق هي 40 كممت على الساعة هل احترم السائق قانون المرور كم كانت رعته بالكيلومت على الساعة في الطريق المستقيم 40 كممت على الساعة إذن هل احترم السائق قانون المرور إذن نقول له نعم احترم السائق قانون المرور ونكون بهذا قد أنهينا مع التمانين الأول ننتقل إلى التمانين الثاني الشكل المقابل يمثل تركيبا لنقل الحركة أكمل جدول تالي إذن لدينا الشكل يمثل تركيب أو فيه مجموعة من طريقتين من طرق نقل الحركة إذن بين العنصرين آ وبي بين العنصرين آ وبي ما هي طريقة نقل الحركة إذن ما بين آ وبي نلاحظ أن لدينا سير إذن نقل الحركة بماذا أعزائي تلميذ بالسيور إذن نقل الحركة نكتب هنا بالسيور مباشرة ولو أردنا أن نسمي هذين العنصرين العنصر الصغير هذا وهذا إذن هما بكرتين الآن ما هي عناصر هذه الطريقة إذن عناصرها كما قلت بكرتين وسير بكرتين وسير أو حتى تكون إجابة كاملة ماذا أكتب عزائي تلميذ أكتب بكر قائدة وبكر مقتاد وسير إذن هذه الإجابة كاملة بكرة قائدة وبكرة مقتاد وسير لا أكتب بكرتين فقط أكتب بكر قائدة وبكرة مقتاد الآن بين العنصرين بوسي سأتابع ما بقية الجدول بين العنصرين بوسي إذن العنصر ب بحد ذاته فيه عنصرين فيه مسنن وملتسق معه بكار الآن سنتكلم عن المسنن إذن ما بين العنصر بوسي نقل الحركة بماذا؟ بما أنهم مسننين بالتعشيق إذن تسمى بالتعشيق أعزائي التلاميذ ما هي عناصرها؟ مسنن قائد ومسنن مقتاد إذن مسنن قائد ومسنن مقتاد أحدهم مسؤول عن حركة والآخر يستقبلوا الحركة جهة حركة العنصرين هنا في الرسم لنفرض لم أضع لكم السهم لأنني سأتكلم عن الحالتين لنفرض أن السهم وجدتمه عزائي التلاميذ بهذه الجهة هكذا إذن في الرسم يقدم لنا هذا السهم في الرسم أنا قمت بإزالته متعمدا إذن إذا قدم لنا السهم بهذه الجهة معنى جهة حركة العنصرين بين البكارتين القائد وبكار القائد وبكار مقتاد في هذه الحالة هنا عزائي التلاميذ لدينا ربطا مستقيما ركزوا ربط مستقيم لأن في نقل حركة بالسيوط لدينا نوعين من الربط بهذا الربط ربط مستقيم تكون جهة حركة القائد هو نفس حركة المقتاد كيف أعرف القائد هو الذي يوضع فوقه السهم أو تجد هنا يد لتدويره أو يدخل لي في التمرين بأننا نقوم بتدوير البكارة إذن هي القائدة أو يوضع سهم فوقها معنى هي التي تدور أولاً إذن كيف تكون جهة دوران أو جهة حركة العنصرين نكتب له في نفس الجهة إذن في نفس الجهة معنى البكارة القائدة والمقتادة في نفس الجهة الآن لنفرض أن الربط كان متصالباً لنفرض أن الربط كان متصالباً معنى لا يكون مستقيم يكون متصالب ربط متصالب إذن تدور البكارة القائدة عكس البكارة المقتادة إذن ما هو دور ربط متصالب جعل البكرتين يدوران في اتجاه متعكسين يكون ربط متصالب هكذا إذن بكرتين يكون هكذا من هذا الشكل جاي إذن إذا دارت البكارة الأولى من هذا الشكل تدور الثانية من هذا الشكل جهتين متعاكستين جهتين متعاكستين ممتاز أو عفوا هكذا إذا من هذا إذا دارت البقرة الأولى من هذا الشكل تدور ثانية من هذا الشكل أو من هذا أو بهذا الاتجاه جيد الآن بالنسبة للعنصرين B و C إذن العنصرين B و C بما أن العنصر A يدور من هذه الجهة إذن B يدور من هذه الجهة و C كيف يدور أعزائي التلاميذ C يدور في الجهة المعاكسة إذن مسننين عندما يكون بينهم تشابك يدوران في اتجاه متعاكسين إذن جهة حركة عنصرين في اتجاهين متعاكسين أو أكتب له متعاكسين مباشرة متعاكسين الآن لنفرض أن البقرة الأولى كانت حركتها من هذه الجهة إذن من هذه الجهة كيف تكون حركة المسنن بك إذن تكون من هذه الجهة هكذا و العنصر كيف يكون في الجهة الأخرى معناه دائما المسننين يدوران في اتجاهان متعاكسان إذن هذا هو مفهوم أو جهة حركة العناصر في طرق نقل الحركة جيد الآن ننتقل إلى المحاسن والمساوي أعزائي التلميذ إذن طالب مني ذكر اثنان من المحاسن و اثنان من المساوي لكل طريقة لدينا طريقة الأولى بالسيور والطريقة الثانية بالتعشيق إذن من محاسن نقل الحركة بالسيور أول أول مثال نستطيع ذكره أنها سهلة التركيب سهلة التركيب كيف هذا نضع بكرة و بكرتين و أضع سير بينهما سهلة التركيب ثانيا قليلة الضجيج معناه لا تحدث الضجيج عند دورانها معناه قليلة الضجيج نكتفي بهذا وهناك محاسن أخرى مثل تكلفتها منخفضة لا تحتاج إلى تشحيم لا نحتاج إلى تشحيمها لأن التشحيم يكلف معناه نشتريه بالمال وهذا مكلف لا تحتاج إلى تشحيم و أيضا تنقل الحركة من مسافة كبيرة معناها نقل الحركة على بعد كبير معناه ممكن أن تكون هناك مسافة ما بين آوب كبيرة جيد الآن من مساوئ هذه الطريقة من مساوئها الإنزلاق السير يبدأ في الإنزلاق طارة تلو الأخرى معناه عند الدوران يبدأ السير في الإنزلاق و نضطر إلى تركيبه معناه هذا من المساوئ إذن الإنزلاق من مساوئها أيضا تآكل و تقطع السير معناه هذا السير عندما يبدأ في العمل مع طول الوقت يتقطع و يتآكل وهذا من المساوئ معناه سيكلفون المال لشراء آخر إذن تآكل و تقطع السير ممتاز الآن بالنسبة لنقل الحركة بالتحشيق من محاسن هذه الطريقة إنعدام الإنزلاق معناه عندما يكون هناك تشابك ينعدم الإنزلاق الإنزلاق لا يحدث الإنزلاق بين العنصرين إذن إنعدام الإنزلاق إذن أيضا تصميمها سهل وإقتصادي مسنن مع مسنن و أركبهما إذن تصميم سهل وإقتصادي الآن مساوئ هذه الطريقة إذن أولا تآكل الأسنان وإنكسارها أحيانا معناها بعد العمل الطويل للمسننات تتآكل أسنانها وتنكسر وهذا معناها من السلبيات أو من سلبيات هذه الطريقة لأننا قد نضطر إلى شراء مسنن آخر وهذا يكلفنا إذن ماذا نريد هنا تآكل الأسنان وإنكسارها أحيانا أيضا من مساوئ هذه الطريقة تحتاج إلى تشعيم وتزييد مستمر والتشعيم والتزييد يكلفنا مالا إذن تشعيم وتزييد مستمر إذن وبهذا نكون وقد أنهينا التمالين الثاني ننتقل إلى الوضع الإدماجي الآن يمثل المخطط المقابل تغيرات سرعة سيارة سرعة سيارة بدلالة زمن إذن لدينا مخطط تغيرات سرعة السيارة بدلالة الزمن والمخطط بحد ذاته يبيل لنا تغيرات سرعةبدلالة ماذا الزمن الذي يكون وفق الخط الأفوقي وسرعة تكون وفق الخط العمودي جيد واتحدد مراحل حركة السيارة محددا المجال الزمني لكل مرحلة مع ذلك النوع السرعة وطبيعة الحركة في كل مرحلة إذن لدينا المرحلة أولى الثانية الثالثة الرابعة المجال الزمني نوع السرعة طبيعة الحركة نبدأ بأول مرحلة المرحلة الأولى كما نلاحظ مجالها الزمني من الصفر إلى ماذا إلى العشرة نلاحظ أن الخط إن كسر وتغير الطرعة إذن من صفر إلى عشرة إذن المجال من صفر نقطة فاصلة عشرة صفر ماذا مينت عشرة مينت إذن هكذا نكتب المجال بواسطة حاضنتين المجال الثاني من نهاية المجال الأول معناه من عشرة مينت نقطة فاصلة إلى ماذا من عشرة مينت إلى نلاحظ هنا إلى خمسة عشرة مينت إذن إلى خمسة عشرة مينت المجال الثالث من 15 ميليت إلى ماذا إلى 25 ميليت نلاحظ أن الخط قد انكسر من جديد وتغير الترعة إذن إلى 25 ميليت من 15 ميليت دقيقة إلى 25 ميليت معناها دقيقة المجال الأخير من 25 إلى ماذا إلى آخر قيمة وهي 40 ميليت إذن 25 ميليت نقطة فاصلة 40 ميليت ملاحظة المجال الزمني عزيز تلميذ تستخرجه من الخط الأفقي ولا تنظر إلى الخط العمودي إطلاقا إذن الخط الأفقي فقط فهذا هو المتعلق بالزمن المجال الزمني نوع السرعة الآن المجال الأول نوع السرعة نقول الواحظ أن الخط مستقيم وفق سرعة ثابتة إذن سرعة 80 كيلومت على الساعة إذن سرعة ثابتة نكتب هنا ثابتة طبيعة الحركة إذن منتظمة المجال الثاني السرعة تتناقص حتى تنعدم إذن سرعة متناقصة حركة متباطئة المجال الثالث الخط مستقيم ولكن عند السرعة صفر معناه سرعة معدومة سرعة معدومة جسم ساكن وهنا لدينا سيارة إذن نقول سيارة ساكنة هنا كانت سيارة ساكنة الآن المجال الأخير نلاحظ أن السرعة تتزايد إذن سرعة متزايدة إذن حركة متسارعة ونكون بهذا قد أنهينا الجدول الآن سؤال ثاني حدد سرعة سيارة عند اللحظات زمنية التالية أول لحظة إثم عشر فاصل خمسة ميونيت نذهب إلى الزمن نحدد إثم عشر فاصل خمسة الذين سيفرخ خمسة عشر خمسة عشر معناه إثم عشر ونصف ما بين العشرة والخمسة عشر إذن في الوسط هنا ماذا نفعل أعزائي التنامير؟ نقوم بعملية الإسقاط هكذا عملية الإسقاط عندما يلتقي مع المنحنى ماذا نفعل؟ نقوم بعملية إسقاط أخرى وفقيا ونحدد السرعة إذن هذه هي السرعة كم أربعون كيلومتر على الساعة الوحدة تكون هنا إذن أربعون كيلومتر على الساعة الآن عند الزمن خمسة وثلاثون دقيقة أين هو خمسة وثلاثون دقيقة؟ بنفس الأمر نقوم بعملية إسقاط هكذا ثم عملية إسقاط وفقيا هكذا إذن كم هي السرعة؟ نلاحظ هنا ثمانون ماذا كيلومتر على الساعة؟ نكسب ثمانون كيلومتر على الساعة الآن حدد الأزمنة الموافقة للسرعة التالية الآن العكس أعطاك زمن وطالب منك ذكر سرعته إذن الزمن ثمانون كيلومتر على الساعة عفوا أعطاك السرعة ثمانون كيلومتر على الساعة إذن أعطانا السرعة ثمانون ما هي الأزمنة الموافقة لها ما هي الأزمنة الموافقة لها ماذا نفعل نذهب عند السرعة إذن التلميذ نضع مصطرة هكذا عند السرعة التي قدمها لنا الآن عند تقاطع النقاط التي تتقاطع مع المنحنة نقوم بإسقاطها على الخط الأفقي حتى نحدد الأزمنة إذن أول زمن في السرعة 80 ما هو أول زمن؟ أول زمن هو الزمن صفر لأن عند الزمن صفر كانت سرعة 80 لم يبدأ المنحنة من الصفر بل بدأ من هنا إذن أول زمن هو صفر مينويت ثاني زمن كم أعزئي التنميد؟ خمسة مينويت إذن خمسة دقيقة ثالث زمن كم أعزئي التنميد؟ 10 دقيقة فاصلة 10 مينويت ثم لا ننسى آخر زمن هنا كم؟ 35 دقيقة 35 دقيقة إذن هذه الأزمنة التي كانت فيها سرعة سيارة 80 كم على الساعة وفي الأخير أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح وبسيط ولا تنسوا أعزئي التنميد الذين لم تشاركوا بعد القناة قناة أستاذ حميل الفيزياء عليكم الاشتراف فيها وتفعيل زر الجرس حتى أتصلكم الدروس وقتها ولا تنسوني من صالح دعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته